المرأة اللبنانية مصار علاقات عون الحريري لن يشبه بداية العلاقة وبداية تأسيس نهج جديد للعلاقات بين السعودية والكيان اليهودي والكيان الإسرائيلي لا يشبه كل ما حدث إلى الآن بين العرب والكيان انتفاء وغياب أربع أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية الاحتلال يرعى أكثر من مصالحة عربية وانتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها هستريا محورها هاتف خليوي بيخرج عن سيطرة صاحبه صدمة بتباغت مسيرة عاشرائية وبتخرجها من مفهوم الذكرى الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوه وانتشار كثيف لظاهرة الجن فئة رجال الدين سوف يعلنون الاستعداد للوقوف أمام المحاكم سيتم إنشاء جبهة إصلاحية تصحيحية دينية مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية ضجيج أعلامي عالمي محور الأثار العراقية الدخان الكثيف يطرد اللون الأزرق من سماء القدس طابور من المستجدات المتسرعة والدقيقة بيقرع باب الرئيس محمود عباس فتاة سعودية تتولى منصب من المناصب العالية لأول مرة في المملكة العربية السعودية معاهدات السلام اللي وقعت بين إسرائيل وبين الدول العربية سوف توقع ولو أنها فقط معاهدات على حبر إلا أنها سوف تقابل بعمليات مواقعة بالدم من كذا موقع الثورة اللبنانية سوف تشهد مد وجزر وفترات انتظار الثورة اللبنانية سوف تطهر ذاتها فئة أعداء الثورة اللبنانية يشوهون عروس الثورة اللبنانية في طرابلس إقالة واحد من أهم وأكبر المسؤولين في المملكة العربية السعودية من منصبه المطالبة في محاكمته لبشاعة تصرفه فضيحة أحد رجال السعودية بالفيديو يبادر الثورة اللبنانية لتبني الحل لأحدى المعضلات خارج الساحات لكنه مقرر لكنه مقرر وفقا للأحلام مجموعة من سلطة ما قبل السبع عشر من تشرين هتكون موزعة كالتالي مجموعة منهم شعرهم وداع مجموعة منهم شعرهم وداع اللبنان مجموعة منهم هتواجه ما يشبه الانسحاب ومجموعة هتكون متنسقة على المحكمة محليا وخارجيا ومجموعة بتواجه أزمات نفسية وصحية بعضها حقيقي وبعضها مفتعل ومجموعة تكشف الصفقات ومجموعة ترد جزء من الثابت والمنقول ومجموعة تكون في الإقامة الجبرية شهرة واسعة في العالم للتبولة اللبنانية تخطط إسرائيل لعمل عسكري لرفع معنويات جيشها ونهاية غير سعيدة في أحد ما يدين الخيل ميركل حديث الألمان والأوروبيين عملية مطاردة باستلاح على أحد الشواطئ بتزرع الرعب بين الناس بداية تأسيس نهج جديد للعلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يشبه كل ما حدث إلى الآن بين العرب وإسرائيل بتوقف الرادار عن العمل ليشمل جهات مدنية وعسكرية يوم بتهتز الأرض بالمنطقة وبتعمل اللي راح تعمله أيمن الظاهري ولو متوف فرح يشغل جهات أمنية انسحابات من أوبيك بتهز أوبيك وبتهز العالم يوم بتهتز الأرض بالمنطقة وبتعمل اللي راح تعمله وسنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها صور ومشاهد بموقع عربي بتعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفق بيروت الحشيشة تزرع وتقطف في عين الشمس تيمور جنبلات في قلب الحدث الكاشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام التوقيع والتوقيع المصيرية حتكون عنوين تاريخ سوريا الحديث سقوط شخصية إيطالية صوت نتنياهو ما زال يدق في رأسي وصدى تهديده للبنان ما زال يدق برأسي ساحة الثورة اللبنانية تكون حزينة على أحد الفنانين هيتم المحاولة بتشوي هيبة الفنان عبدو شهين الثورة اللبنانية حتصدر هتصدر ثوار والمرأة بتدخل إلى قلب النار الهلا هلا هلا هو سبب ردة الفعل التهديدات اللي كانت موجهة للمراسلات في ساحات الثورة اللبنانية تتحقق انفجارين داخل الثورة اللبنانية أحدهما انفجار قرار والآخر انفجار برود للثورة اللبنانية ملكة جمال صدمة موجعة للكرة المصرية الإبداع العالمي من صنع صغار لبنان صدمة تطوير ملف نعيم عباس على الملاعب القطرية انسحابات من قبك بتهز قبك وبتهز العالم احتراف رياضي عربي بيضاهي البلدان الرائدة في عالم الرياضة الأمير محمد بن سلمان بأدي مجموعة من مجريات قضية الخشق ما يشبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي